أيها الإخوة الكرام لا زلنا في موضوع الكبائر ولا سيما تلك الكبائر التي يظنها الناس صغائر ولا سيما تلك الكبائر التي تغيب عن الناس أنها كبائر فالكبائر عند عامة المسلمين هي القتل والزنا وشرب الخمر والسرقة والإشراك بالله وما إلى ذلك وقد يغيب عن المسلم أن الاستطالة على الزوجة ظلما من الكبائر بل هي من أكبر الكبائر الله جل جلاله يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة يا أيها الإخوة الكرام الأصل في العلاقة الزوجية أن يسكن الزوج إلى زوجته والأصل في العلاقة الزوجية المودة والرحمة بينهما فلم يكن في بيته كذلك فهو على خلاف ما أراد الله من لم يكن في بيته كذلك فهو على خلاف الفطرة البشرية من لم يكن في بيته كذلك فهو على خلاف ما ينبغي أن يكون عليه لذلك يا أيها الإخوة الكرام أن يصلح الإنسان علاقته بأهله وأن يجعل بيته سكنا وأن يجعل العلاقة بينه وبين أهله قائمة على المودة والرحمة هو جزء من إيمان المؤمن وجزء من دينه أيها الإخوة الكرام الشيء الذي يلفت النظر أحيانا أن تجد مؤمنا يرتاد المساجد ويصلي في أول صف فإذا دخل إلى بيته قسى وكان على زوجته قاسيا لدرجة لا تصدق أنه يرتاد بيوت الله ويطلب العلم الشرعي ويأتمر بأمر الله لذلك قال العلماء من ظواهر خلق الرحمة في المؤمن من ظواهر خلق الرحمة في المؤمن حسن معاشرته للنساء أي لأهله لأنهن بحسب ما فطرن عليه ضعيفات لذلك أوصل إسلام بالنساء خيرا أمر بإكرامهم أمر بالإحسان إليهم أمر بالصبر على عوجهن أمر برحمتهم أمر بالعطف عليهم أمر بعدم ظلمهم طريقة معاملة الزوج جزء من دينه وتعبير عن حجم الإيمان في قلبه فكلما ربى الإيمان في قلب المؤمن ازدادت رحمته بالخلق وهل أقرب إليه من أهله فإذا رحم الغريب فالأولى أن يرحم القريب إذا رحم الغريب فالأولى أن يرحم شريكة حياته فلذلك من علامات إيمان المؤمن رحمته بأهله من علامة إيمان المؤمن اتباعه النبي صلى الله عليه وسلم في معاملاته لزوجاته الطاهرات أيها الإخوة الكرام لا يخفى عليكم أن سعادة المرء في بيته أساس سعادته العامة لأن أوصق شيء في الإنسان بيته فلذلك الاستطالة على الزوجة ظلما وتعسفا هو من أكبر الكبائر بل هو من الكبائر التي غابت عن ذهن المسلمين أنها كبائر بل هو من الكبائر التي يظن أنها من الصغائر أيها الإخوة الكرام روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ولا يخفى عنكم أن الحديث الذي يرويه الإمام البخاري ومسلم معا حديث متفق عليه وهو من أعلى درجات الأحاديث روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا يصيك النبي بأهلك خيرا استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإذا ذهبت تقيمه كثرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا وفي رواية لمسلم وإن ذهبت تقيمها كثرتها وكسرها طلاقها أيها الإخوة الكرام لا بد من وقفة متأنية عند هذا الحديث الضلع في اللغة العواج وقد يغيب عن الرجل أن خصائص المرأة غير خصائص الرجل إن خصائص المرأة النفسية والفكرية والجسمية والاجتماعية غير خصائص الرجل الفكرية والجسمية والاجتماعية والنفسية وأن الزوجة وزوجته متكاملان وليس متطابقين متكاملان ألا ترون إلى قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى ألا يلفت النظر أنه ما العلاقة بين الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وبين الذكر والأنثى كما أن الليلة جعله الله ضياء وجعله الله لكسب الرزق جعل الليل لباسا وجعله سكينة وجعله للراحة والسكون كذلك الرجل له دور يتميز عن دور المرأة الدوران متكاملان وليسا متطابقين هذه التي جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها قالت يا رسول الله إن فلانا تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال وجمال فلما كبرت سني ونسر بطني وذهب مالي وتفرق أهلي قال أنت عليك ظهر أمي ولمنه أولاد إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا هذه المرأة التي شكت إلى النبي زوجها وضحت بشكل بليغ أن للرجل دورا لا تنافسه فيه المرأة وأن للمرأة دورا لا تنافسها لا ينافسها فيه الرجل إنه لكسب الرزق وللعلاقات العامة وللعمل خارج البيت وإنها لتربية الأولاد وليكون البيت سكنا للزوج حينما يظن الزوج أن المرأة ينبغي أن تكون على شاكلته فقد وقع في وهم كبير أيها الإخوة الكرام الضلع هو العواج وهذا الضلع الذي في الصدر كم يكون محرجا ومؤذيا لو كان مستقيما إن كماله في عواجه والعواج يعني الإنعطاف والإنعطاف يعني العطف فبشكل أو بآخر الحديث يشير إلى أنه ما زاد من قوة إدراك الرجل وما زاد من اهتمامه بالقضايا العامة وما قل من انفعاله واهتمامه بالقضايا الجزئية كمال في الرجل وما نقص من قوة إدراك المرأة واهتمامها بالقضايا العامة وما زاد من عاطفتها وانحنائها على أولادها واهتمامها بالدقائق والتفصيلات هو كمال فيها وكنت أضرب على هذا المعنى مثلا رائعا هو أن السيارة التي أعدت لنقل البضاعة ما زاد في المكان المخصص لنقل البضاعة وما قل في المكان المخصص لنقل الركاب كمال فيها أما السيارة التي أعدت لنقل الركاب ما زاد في المساحة المخصصة لنقل الركاب وما قل في المساحة المخصصة لنقل البضاعة كمال فيها فربنا سبحانه وتعالى حينما قال وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى هو الخالق وهو المصمم وهو الفاطر هو الذي خلق الرجل وإذا قلت الرجل أعني جنس الرجال لأن هناك فروقا فردية قد على مستوى الأفراد تتفوق المرأة على الرجل في نواحي كثيرة ولكن إذا قلت المرأة والرجل أعني جنس الرجال وجنس النساء أيها الإخوة الكرام كما قلت قبل قليل إن الرجل الذي يطمح أن تكون امرأته على شاكلته هو لا يعرف حقيقة المرأة وإن المرأة التي تطمح أن يكون زوجها على شاكلها لا تعرف حقيقة الرجل إنهما متكاملان متعاونان كل منهما ينجح فيما خلق له فإذا تبادلت المواقع فإذا بدلنا في المواقع والمهمات وقعنا في فساد كبير أيها الإخوة الكرام من الثابت أن المرأة كالرجل في التكليف والتشريف والمسؤولية ومن الثابت أيضا أنها تمتاز بطبيعة جسمية ونفسية واجتماعية وفكرية تتميز بها عن الرجل وأن الرجل يتميز بطبيعة جسمية وفكرية واجتماعية ونفسية يتميز بها عن المرأة وهذا مصداق قوله تعالى وليس الذكر كالأنسة فيا أيها الإخوة الأكارم النبي عليه الصلاة والسلام يقول استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع يعني اهتمامها الشديد بالجزئيات والتفاصيل وتعلقها الشديد بأولادها واهتمامها بزينتها هو مما يكمل حياة الرجل فهذا ليس عوجا بالمعنى المطلق ولكنه عوج بالمعنى النسبي هذا العوج هو كمال فيها إنه عوج العقف إنه عوج الاهتمام بأولادها إنه عوج الاهتمام بزينتها كي ترضي زوجها هذا هو الأصل استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلى لو أن المرأة كما تريد أوتيت حدة في الإدراك واهتماما بالقضايا العامة على حساب بيتها واهتمامها بأولادها واهتمامها بزينتها واهتمامها بالدقائق والجزئيات لما استطعت أن تعيش معها إذن وإن أعوج ما فيه أعلاه وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا أيها الإخوة الكرام المؤمن تكشف له الحقائق وتكشف له حكم الخلق وهذا من كمال علمه يعلم الحكمة التي خلقت من أجلها المرأة على هذا النحو لذلك يتعايش ويتكامل ويمنحها من حبه ومن عطفه ومن إكرامه الشيء الكثير فيحيى حياة هانئة سعيدة أيها الإخوة الكرام روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر الحديث الأول يؤكد لنا أن صفات النساء والرجال متكاملة وليست متطابقة وهذا يعين على حصن العشرة بين الزوجين أما الحديث الثاني يبين أنه لو وجدت في امرأتك نقصا أو وجدت فيها عيبا أو وجدت فيها قصورا أو وجدت فيها إهمالا انطلاقا من النظرة الموضوعية انطلاقا من الإنصاف لا ينبغي أن تغفل عن ميذاتها عليك أن تسجل الإيجابيات والسلبيات لذلك الشقي من يبحث عن النقائص والعيوب ويكبرها حتى تسحقه لكن السعيدة في الحياة هو الذي يبحث عن الإيجابيات في كل شيء حتى في زوجته لا يفرك مؤمن مؤمنة أي لا يكره مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر فالإنسان في ثورة الغضب وفي شدة الكراهية عليه أن يذكر الإيجابيات عليه أن يذكر عفتها عليه أن يذكر استقامتها عليه أن يذكر تديونها عليه أن يذكر حسن إدارتها للبيت عليه أن يذكر الإيجابيات فإذا ذكرها بإنصاف ثم ذكر السلبيات ربما رآها ليست بشيء أما هذا الذي لا ينظر إلا إلى العيب ولا ينظر إلا إلى النقص يتغافل عن الإيجابيات ويبرز السلبيات هذا إنسان شرير والنبي عليه الصلاة والسلام بشكل أو بآخر دعا فقال اللهم إني أعوذ بك من جار سوء إن رأى خيرا كتم وإن رأى شرا أذاع اللهم إني أعوذ بك من إمام سوء إن أحسنت لم يقبل وإن أسأت لم يغفر يقاس على هذين الدعائين أن الرجل إن رأى خيرا فكتم وإن رأى شرا فأذاع هذا زوج سوء أو أن الرجل إن أحسنت إليه امرأته لم يقبل وإن أساءت لم يغفر هذا قرين سوء فيا أيها الإخوة الكرام أؤكد على هذه الناحية أن جزءا كبيرا من دينك وجزءا كبيرا من إيمانك يظهر في طريقة معاملتك لأهلك الحديث الثاني الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر أيها الإخوة الكرام العقل سلطان الإنسان أحيانا يتحرك وفق نزواته أو وفق غضره أو وفق توتره النفسي دون أن يجعل لعقله حكما وسلطانا فإذا رأى نقيصة كبرت عليه وأقام النكير وأرغى وأذبد وربما طلق امرأته لسبب تافه ثم يكون الندم الشديد لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر اجعل موازنة بين الإيجابيات والسلبيات أيها الإخوة الكرام وفي خطبة حجة الوداع وهي الخطبة الحاسمة التي رسمت للمسلمين منهج حياتهم خص النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من خطبته للتوصية بالنساء فقال عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع ألا واستوصوا بالنساء خيرا ألا واستوصوا بالنساء خيرا ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم عوان جمع مفرده عانية والعانية مؤنس عان والعاني هو الأثير إنها مأسورة عندكم لذلك قال بعض الصحابة الزواج رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته الزواج رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته أيها الإخوة الكرام هناك حديث رابع وهو من الأهمية بمكان ذلك أن الإنسان في الأعم الأغلب يتصرف خارج البيت بذكاء وتخصيط حفاظا على مكانته وعلى سمعته وعلى شخصيته وعلى ما يقوله الناس في غيبته هذا من خصائص الإنسان يدافع عن مكانته بذكاء تصرفاته ولكن المألوفة وفي الأعم الأغلب أن الإنسان إذا دخل بيته يتصرف على سجيته من دون تكلف لذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم مقياس الخلق الكريم لا ما تفعله بين الناس بل ما تفعله في البيت الإنسان خارج البيت يتصرف بوعي وبإدراك وبتخطيط ساعيا للحفاظ على مكانته أو لرفع شأن ذاته بين الناس فيبدي من التسامح والحلم والطيب والعطف والرحم ما لا سبيل إلى وصفه وهو في الحقيقة يبحث عن تأكيد ذاته وعن رفع شأنها بين الناس ولكنه في الأعم الأغلب أن الإنسان إذا دخل بيته تصرف على سجيته عفو الخاطر من دون تخطيط أو من دون تركيز لذلك النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم والذي لا ينطق عن الهوى يقول عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وفي تعليق قصير على قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى حينما مدح النبي عليه الصلاة والسلام خالق الكون يمدح نبيه رسوله المخلوق الأول ما مدحه بأنه خطيب ولا بأنه عالم ولا بأنه مفتي ولا بأنه مجتهد ولا بأنه قائد ولا بأنه زعيم ولا بأنه قائد حربي ولا بأنه زعيم سياسي قال وإنك لعلى خلق عظيم فالإيمان بالتعريف الجامع المانع حسن الخلق الإيمان حسن الخلق وحسن الخلق ذهب بالخير كله فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم إسم تفضيل خياركم لنسائهم رواه الترمذي وقال علماء الحديث حديث حسن صحيح أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح أيها الإخوة الكرام لعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الجامعة المانعة ينطلق من قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أيها الإخوة الكرام آية في القرآن الكريم والله لو لم يكن في هذا الكتاب الكريم إلا هذه الآية لكفة المؤمنين هذه الآية هي التي ترضي الإنسان بقضاء الله هي التي ترضيه بقسمته من الله قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فالمؤمن في ضوء هذه الآية يستسلم لحظوظه من الدنيا فهذه المرأة حظه من الدنيا وهؤلاء الأولاد حظه من الدنيا وهذه الحرفة حظه من الدنيا وهذا المستوى الذي وصل إلي حظه من الدنيا وكما قال الإمام الغزالي في إحيائه ليس في الإمكان أبدع مما كان وقد فسرها بعضهم بأنه ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني أي أن الله سبحانه وتعالى لحكمة ولعلم ولعدل ولرحمة اختار لك هذه الزوجة وتلك الحرفة وهؤلاء الأولاد وهذا المستوى المعاشي فينبغي أن ترى حكمة الله وأن ترضى بقضاء الله وقد ذكرت لكم من قبل أن امرأة يطوف حول البيت ويقول يا رب هل أنت راض عني فإذا بالإمام الشافعي يمشي خلفه ويسمع قوله فقال يا هذا وهل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك فقال هذا الرجل من أنت يرحمك الله قال الشافعي أنا محمد بن إدريس قال له كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه قال الإمام الشافعي يا هذا إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله أيها الإخوة الكرام يجب أن تعلموا علم اليقين أن الحظوظ وزعت في الدنيا توزيع ابتلاء لا توزيع جزاء وأن الحظوظ سوف توزع في الآخرة توزيع جزاء يعني أن الدنيا دار ابتلاء دار تكليف دار امتحان فالشيء الذي أعطاك الله إياه هو مادة امتحانك مع الله والشيء الذي فاتك هو مادة امتحانك مع الله فالامتحان مع الله على شكلين على شكل إيجابي وعلى شكل سلبي فالشيء الذي منحته مادة امتحانك مع الله والشيء الذي حرمت منه أيضا مادة امتحانك مع الله يؤكد هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب فالشيء الذي نلته من الله إن على مستوى الزوج أو على مستوى الأهل أو على مستوى الولد أو على مستوى الدغل مادة امتحانك مع الله والشيء الذي فاتك من الزوجة أو من الولد أو من الأهل أو من البيت أو من الدخل أو من الحرفة مادة امتحانك مع الله والدنيا دار ابتلاء والآخرة دار عطاء الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء فلذلك المؤمن الحصيف العاقل يعول على ما في الآخرة من عطاء أبدي ثرمدي ولا يعول على ما في الدنيا أردت من هذه المقدم أن أصل إلى أنه ما كل بيت يبنى على الحب ما كل زواج يبنى على الحب المؤمن لو لم يكن في قلبه تلك المحبة الجارفة لأهله هو في حقيقته يكرمهم ويحسن إليهم لعل الله سبحانه وتعالى يرضى عنه ولعله بهذا الإحسان إلى زوجته يأخذ بيدها إلى الله والدنيا فانية فيا أيها الإخوة الكرام هذا الذي يظن أن الدنيا هي كل شيء وأن المرأة في الدنيا هي كل شيء وأن سعادته كلها في زوجة تروق له هذا واهم وبعيد عن الصواب أيها الإخوة الكرام لعل في الأحاديث الشريفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لعل هذه الأحاديث كلها تنطلق من قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا قال علماء التفسير معنى المعاشرة بالمعروف إعطاء الزوجة حقوقها والإحسان إليها والتلطف معها وإدخال سرور على قلبها والصبر على عوجها والإنفاق عليها بالمعروف وعدم إيذائها وعدم مكارهتها ليست المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها بل أن تحتمل الأذى منها أيها الإخوة الكرام توضيح لا بد منه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا بعضهم يرى أن الكراهة قد تكون ذوقية الرجل إذا كره من زوجته ضعف دينها وضعف إيمانها وضعف أمانتها وضعف حفظها لنفسها هذه كراهة محق بها لكن قد يكره ذوقا منها بعض ما فيها هذه كراهة لا تقدم ولا تؤخر هذه التي حضن النبي عليه الصلاة والسلام على مجاوزتها لكنك إذا رأيت منها كذبا أو ضعفا في إيمانها أو تركا لصلاتها أو تبذلا في خروجها ولم تكره ذلك فلست مؤمنا ينبغي أن تكره منها هذه التصرفات وينبغي أن تقيمها تقومها وأن تقيمها أيها الإخوة الكرام المؤمن ينبغي أن يسعى إن لم يكن متزوجا إلى أن يبحث أو إلى زوجة صالحة ورد في الحديث الشريف أنه من تزوج المرأة لجمالها أذله الله ومن تزوجها لمالها أفقره الله ومن تزوجها لحسبها زاده الله دناءة فعليك بذات الدين تربت يداك أما إذا كان متزوجا ليضع نصب عينيه قوله تعالى وأصلحنا له زوجة فكلما سعى الرجل لإصلاح ذات بينه أصلح الله له زوجتك وقد قال الإمام الشعراني رحمه الله تعالى أنا أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي أيها الإخوة الكرام أن يسعد الإنسان في بيته هذا عون له على مواجهة مصاعب الحياة أما إذا كانت الجبهة الداخلية منهارة والجبهة الخارجية منهارة فهذا وضع لا يحتمل لذلك أن تكون في بيتك سعيدا وأن تكون متفاهما وأن تحرص على إقامة الإسلام في بيتك وأن يكون هذا البيت وفق منهج الله وفق شريعة الله هذا مما يسعدك وهذا مما يعينك على تحمل مشاق الحياة أيها الإخوة الكرام حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا فلنتخذ حذرنا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني والحمد لله رب العالم